السلام عليكم كيف تتمنى تكونوا كاملين بخير كيف تتمنى تصميم الى برد كل شي مزيان اليوم اريد ان اترككم على هذا البردويت هذا البشرة الجافة وهو غسول على شكل كريم على شكل كريم على شكل كريم كيف هما كذبين عليه يعني كريم غسول على شكل كريم مرطب فيه لسيد إليغونيك هو لايق الوجه ولايق الجسم ولكن بالنسبة لي انا شخصيا كنت ستعملوا الوجه فقط بالنسبة البردويت هذا صراحة من احسن من احسن البردويت اللي جربت لحد الساعة للبشرة الجافة هذا واعر بزاف كيرطب عنده واحد المفعول تقريبا من ثاني استعمال تقدروا تلقوا المفعول عليه بالنسبة لهذا فهو الحجم الكبير فيه 473 ميلي لتر ثمن دياله باش انا اخديته ب 97 درهم وهو من الحجم الاقتصادي يعني يقدر يدي لكم واحد واحد ربع شهور حتى الخمس شهور يدي لكم هديك الفترة كاملة ولو تكونوا كتستعملوه كل نهار لانه هو اقتصادي كتستعملو غير واحد شوية كتديرو في ايديكم واحد شوية وكتغسلو به هو طرق الاستعمال دياله خسكي ضروري تفزكي وجهك بالماء ضروري تمسحي وجهك بالماء ومن بعد كتديري قطر كتديري شوية ديال هاد الغسول وكتدوزي على وجهك يا اما كتغسلي غير ب ايديك يا اما كتديري هديك فرشات الغسيل فرشات الغسيل ديال الوجه اراها متحددين يعني كانين بزاف كانين بزاف كانين بزاف ديال الاشكال صراحة راكم انتم ما غا تكونوا عارفين هم كانين بزاف جيل هادوك باش كتغسلو الوجه ديالكم ما عرفتش نسميتها بالعربية ولكن المهم هادوك ليب غسرة هادوك هما باش كتغسلو بهم الوجه يعني لا ما بغيتوش تديرو ال ايديالكم اما ايا الصراحة بالنسبة لي انا ما كانش محسن من ايديكم للا يحرمنا مشي نعمة ما كانش محسن من ايديكم باش تغسلو وجهكم يعني ال ايديال اللي كتبرد لكم لغتهيد كيف كيقولو بالنسبة لهذا كيف قلت لكم را من احسن الغسولات اللي كينين ارخيص بزاف مقارنة مع الغسولات اللي كينين في الباغا فاغماسي او اللي كينين في الباغماسي هذا تقريبا هو ارخص واحد واقتصادي بزاف كيف قلت لكم را يدوز لكم مدة طويلة ومناسب جدا للبشرة الجافة لانه البشرة الجافة في هادلوقيته هادي را كتتضرر بزاف بزاف وانتو معارفين البنات اللي عندهم البشرة الجافة او لا احت الدراري احت الدراري لك يستعملوا هادشي اللي عندهم بشرة جافة را عارف المعاناة دياننا في هادلوقيته ديال البارد وديالشتا اه يعني كتكون البشرة كتتقشر كتكون ضغياء كتنشف وخما تخلي كي تدير لها صراحة هادا من من الحويش اللي كيعاونوا باش انه البشرة ديانه ما تنشفش بزاف اه المهم بالنسبة لهذا راني كنصحكم به بزاف 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 صراحة را را بالنسبة التامن راح شي حاجه راح شي حاجه اللي زوينة زوينة بزاف وورا كي يجي كيف قلت لكم على شكل كريم غير هو البنات كيف قلت لكم بالنسبة لطريقة الاستعمال راح تستعملوا با اما بايد ديكم اما بهادك الابغوس ديال الغاسي راح كيف قلت لكم تعددين كينا فوريو كينا هادا واحد شكل بايد 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 من غير هذا المسألة قلت لكم على واحد هو انه كيف قلت لكم راح تتفزيكي الوجه ديالك من غير هادا يجب ان تبعدوا على عينيكم لانه الصراحة من اللي يقص العين را كي حرقها و هما را كاتبينها في الطرق الاستعمال را كاتبينها هنا اا كتقروها هاي هنا اليتوليزاسيو كاتبين لكم انا غاد نقول لكم على هادشي اللي كاتبين هنا تستعملي تحت لادوش على بشرة اللي هي كانت تكون يعني كيف يقولون لها يعني مبللة يعني كيف قلت لكم غديتفززقوا وجهديها لكم كتديروها هيا و كتغصلوا بالما من بعد صافيه ورا كيتستعمل الوليدة الصغر حتى هما يعني لا ما كن حتى شي ضرر باش انكم تستعملوه الوليدة الصغر و تستعملوه بطبيعة الحال احنا الكبار وكاتبعدو هما هما كاتبينها نبا أبليكي سور لكونتور ديزيو يعني ما تستعملوش في الكونتور ديال عينيكم رغم ما تقربوش حتى العينيكم ما تقربوش ويعني إلا كان بحلقة الليستر مثلا قاتلكم العين ولا شي حاجة كتغسلو مزيان هادش اللي كاتبين هما يفاد الإرشادات ديال الاستعمال أنا شرحت هاليكم دبا مزيان باش تعرفو شنو كاين المهم أردو بلكم زيان من هاد القادية ديالي قسلكم العين لأنه أنا الصراحة في واحد المرة كان قاسلية عينية بالغلط جيت نغسل بهديك لابغوس وطرشلي على العين ما نعود لكمش على واحد يعني عينية ولات حمرة ولاتك تحرقني تقريبا مقات حمرة اللي الكامل وهي حمرة الصراحة ذاك شي باش أنا نبهتكم على هاد القادية هادي حيت كنلاحظ باللي من خلال الفيديوهات اللي تفرجت فيهم الأغلبية ما كيردت في البل هاد النقطة هادي فأنا درتها لكم فرصكم بعدوه من جهة العين راه كيحرق بزاف هو كيف قلت لكم راه تقدروا يستعملوا الدراري الصغار للرجال اللي بنات راه عادي بالنسبة للدراري الصغر راه ما كيدر حتى شي حر راه لايق لجميع يعني جميع الفئات لايق لهم هاد الشي لي كاين كانتمنى تدوزوا ايامكم بخير وعلى خير وكانتمنى تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله ومسلام عليكم اشتركوا في القناة